رغم امساك الكتلة الصدرية عن الحوارات المتعلقة بتشكيل الحكومة يواصل الاطار التنسيقي تحركاته صوب كسبي موافقة الصادر على تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا ثم التوجه نحو الاتفاق على مرشح منصب رئيس الوزراء ادراكوا الاطار استحالة قدرته على منافسة تحالف انقاذ وطن وحاجة الاخير لأصوات تمكنه من المضي بمشروع الاغلبية سيقودان الى اتفاق يدفع باطراف من الاطار الى الذهاب للمعارضة ومطالبة اخرى بمواقع مهمة في لجان البرلمان قد يصار الاتفاق على تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا التي لم تمذهب حقيقة موضوعة الكتلة لكنها وثقت في ان هناك كتلة نيابية ترشع شخص رئيس الحكومة ومتالي هذه الخطوة الاولى لان نرى فجر الحكومة التي ممكن ان يمضي التحالف الثلاثي بتشكيل الحكومة ربما بمعزل عن الاطار او باشراك الاطار بطريقة معارضة جزئية ويؤكد مراقبون ان التواصل بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي متوقف حاليا مع امكانية تحرك الاطار نحو تحالف السيادة السني والديمقراطي الكردي للخروج برؤى جديدة تتنغم مع مشروع الاغلبية مقابل تخلي الاطار عن مناصب حكومية مع ضمان اشراكه في صناعة القرار السياسي بدأت رؤى جديدة تطرح قد يقبلها التار الصدري لاسينا بعد تنازل الاطار مبدئيا وعب الرسائل على انه قد يترك جزء خارج تشكيل الحكومة وبالتالي لدينا مجموعة من المستقلين مع مجموعة من الاطار مع مجموعة من السنة مع مجموعة من الكرد تكون هنا حكومة اغلبية وطنية حالة الانسداد السياسي لا تخدم جميع الكتل والاحزاب الامر الذي قد يجبر اغلبها الى خفضي سقف مطالبها والتوصل الى حلول وسطية بحسب مراقبين في وقت جددت قوى الاطار التنسيقي الدعوة للكتلة الصدرية الى تشكيل لجنة مشتركة بينهما للاتفاق على تسمية مرشح للحكومة العراقية المقبلة ميثم الجناحي العراقية الاخبارية بغداد ميثم الجناحي العراقية المقبلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة